السيرة النبوية 3 2-ولد النبي في بيت أمه السيدة أمينة بنت وهب عند جبل المروة يعني في أرقى حتة في مكة على بعد 200 متر من الكعبة وهو مكتب البان وبتقول السيدة أمينة بنت وهب عندما حملت فيه رأيت نورا يخرج من بطني إلى بصرة وبصرة دي هي أول مدن الشام من ناحية مكة والعجيب أن أول مدن الفتح الإسلامي للشام كان بصرة دي 3-السيدة أمينة جالها الطلق بالليل فجالها أربع ستات عندهم شهانة خضروا مولد النبي وهم أمه أيمن وهي أم سيدنا أسامة بن زيد والشفاء أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وفاطمة أم عثمان بن أبي العاص وثويبة عبدة أبو لهب عم النبي 4-العجيب أن كل ست منهم فتح ربنا ليها بب رزق كبير ببركة خضرها مولد النبي أمه أيمن عبدة حبشية خلفت أسامة بن زيد قائد الجيوش العظيم للمسلمين 5-الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف صار أحد العشر المبشرين بالجنة وأغنى أغنياء المسلمين 6-فاطمة أم عثمان بن أبي العاص أسلم عثمان وصار من أكثر الناس علما 7-ثويبة عبدة أبو لهب عم النبي صارت حرة أعتقها أبو لهب لما بشرته بمولد النبي وكأن المعنى حط نفسك دايما في أماكن الخير ليبارك لربنا ليك بركة كبيرة 5-ولد النبي يوم الاثنين ولما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدته فيه فاللي بيعترض بعد كده على الاحتفال بعيد الميلاد ويقول بدعة مش فاهم إن النبي نفسه احتفل بطريقته بعيد ميلاده 6-لما تولد النبي أخدوا الجد عبد المطلب فحمل وطاب به الكعبة فكان أول شيء حصل للنبي هو الطواف بالكعبة 7-ثم سمناه محمد ولما سألوه ليه سميته بهذا الاسم وهو ليس تسميت أبائك فقال سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء 8-الأسماء لها سر في حياة الناس لازم يكون عندك تصور دايما لمستقبل أولادك حتى في أسمائهم 7-أول من أرضاعة النبي هي ثويبة وهي من العبيد ولها ابن اسمه مصروح كمان من العبيد وهو أخو النبي في الرضاعة 8-وكمان النبي له أخي تاني في الرضاعة هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب فإخوة النبي في الرضاعة فيهم الأشراف والعبيد لأن النبي بيجمع الناس ولا يفرقهم 9-صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 10-انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء 10-مشاهدنا